موسيقى اكيد في الفترة انت كنت فيها في الاهلي كان فيها ازامات بتحصل جو قد اللبس بس ما كانش حد ممكن يسمع انا حاجة بس اللاعب الكبار اللي في النادي الاهلي دي كلها كان فيها ازامات ممكن فعلا تكون حاصلة في قد لبس كتير جدا كان فيه مشاكل كتير جدا مفيش قد لبس في اي نادي مفيهش مشاكل هي اكبر مشكلة حاصلة سايت لا كان فيه مشاكل كتيرة وكان فيه حاجات يعني بتبعا اي طبعا فيه حاجات كتيرة مفيش تتحكي مجدنا مواقفين فيها تتحكي مهي مواقف كلها مشاكل كبيرة ومع العيبة كبيرة فمشاكل لو اتحكيت دروقتي هتاعتامل مشكلة يعني فلا حاصلة مشكل كتيرة بس هي الميزة في الفترة اللي ان كنت موجود فيها في النادي ان اللاعبكات كلها بتحب بعض فكانت المشكلة بتتلمع على طول فدي كانت منجحة برضو الفرقة بشكل كبير كانت على قد ما بتقدر المشكلة دي ما بتطلعش بره حتى لو طلع بره ترتيش كلام ان حصل مشكلة بس التفاصيل ما حدش عرفها وكانت اللاعبكات كبيرة دائما بتحل المشكلة دي على طول الموضوع ببيخدش وقت تلاقي تاني يوم مثلا تريكة واي الجومة اي حد من اللاعبكات كبيرة مثلا يقول لك يا جماعة نخلص تمامين وايه وعندي في البيت مثلا هنتعشق او هنتغدنا مع بعض تلاقي الفرقة كلها خلصت فعلا نروحنا تبدأ الامور تتحل من هنا تبدأ اللاعبكات كبيرة تتكلمة يا جماعة حصل كذا كذا ما ينفعش يحصل احنا كلنا اخوات احنا نحب بعض احنا بدينا في نادي كبير اه لازم المشاكل دي ما تبقاش موجودة المشاكل دي هتأثر عليك فنيا طبعا كل ما بيبقى في مشكلة في فوقت اللبس او في النادي دي بتأثر عليك جوال ملعب بشكل كبير فالمشاكل كانت تحلع اطول بس طبعا في مشاكل كان في مشاكل كبير ايا جزيبة كان بيتعمل مع اللايبها الكبار دي ازاي قدامك وانت لسه ناشئه سغير كنت ازعاف تعمل مع UKوب亦 كان ببيربعمل ازاي ومعك انت كلاب صغير كان بيربعمل ازاي لا بصا هو كنت كان شخصية طبعا صعبة جدا لعيبك كلها كان بتخاف منو وده سرل النجاح اللاعبك كلها كان بتعمله حساب وكان على طول بينتوكbor ليبك كبيره على طول مندشاطك كتير تبقى خارج اللاعبك كبيره مش عايز اقولك عملت كل حاجه في الكرة وتلاقيه هو تاني يوم في التمرين بيتكلم على العيبة ان انت مبراح كنت اوحش واحد في الملعب مصر. تفاهم? ويقول لك انك زيرو مبراح زيرو. زيرو. انا مبراح على فكرة عشرة على عشرة. انت بتخيل. بس هو بصص له في حتة تانية. هو بصص. ما تدينا موقف كده. في ماتش مسلا من ماتشات مسلا كان تريكا مسلا وبركات. عايز اقول لك ان هم اللي كسبوا الفرقة وكانوا احسن ناس في الفرقة. كلنا شايفين كده. جينا تاني يوم فقال اه قال مسلا تريكا وبركات مبراح مسلا تريكا زيرو بركات تو زيرو. فالعيبة طبعا يا كله بتبصوا ببعض انت بتقولي يا عم فهم? الناس دي مبراح هي كانت احسن ناس في الماتش. بس هو كان بيبقى لي ابعاد تانية اللي هو بيحطك تحت ضغط. ان هو عايز منك حاجة تانية قدام. فهم قصدي? هو عارف ان انت كنت كويس مبراح بس هو هو اصل ان هو يعمل معك كده عشان عايز ياخد منك حاجة قدام احسن من اللي انت عملت مبراح. فاركات كان بيولي بقى. لا لا كان كله بيضحك طبعا هو كان على طول بقى اه لو عايز يجي على حد جامد قوي ما كانش بيكلم معه وسط اللعيبة كان يقول الكلمتين في بداية التمرين وينادي مسلا يقول له اه اللي عايز يتكلم معي هو هو اخده المكتب جوه. يدخل المكتب جوه اللعيب بيبداس عليه طبعا. بس احنا مش قدامنا. بتلاقي اللعيب خارج واحد تاني خالص بقى. مين الفتى المدلل اللي كان عند مانو الجزين? من اللعيبة? لا كان فيه كزا حد بس اكتر اتنين تقريبا كان بيحب تريكا جدا. وبركات. والكابتن عبدالنحاس طبعا كان بيحبه جدا. تلاتة دول انا شايف ان هم كانوا اكتر تلاتة قريبين منه ايه. وعند الكابتن حسام البدري. كابتن حسام لا كان بيحب طبعا تريكا برضو وبركات. واللعيبة الكبيرة برضو واي الجمعة. كان فيه كزا حد كان من اللعبات الكبيرة كان كابتن حسام برضو بيحبه. بس اكتر كان فيه فتا مدلل عندك؟. تريكا وبركات كانوا دايما هم الارب الناس لا اي حد. لان هم كانوا مؤثرين فكانوا اكتر ناس كابتن حسام كان بيحبه منه.